أذهب إلى بيروت صابر على وقع ربما المشهد الأكثر ربما تداولا على مستوى الشارع اللبناني مشهد النزوح وأيضا أصوات القصف والصواريخ حراك دبلوماسي وأيضا تصريحات من العاصمة اللبنانية أجمل لنا المشهد لديك فعلا زاهر وقبل قليل فقط كنا نستمع بوضوح إلى طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء بيروت من حين إلى آخر تحلق هذه الطائرات على مستوى المشهد الميداني ما زالت فرق رفع الأنقاض تعمل في المبنى الذي تم استهدافه عشية اليوم بمحلة لغبيري وهي في الضحية الجنوبية لبيروت ما زالت فرق الإنقاض تعمل رفع الأنقاض تعمل على البحث عن مفقودين لم يحدد عددهم باعتبار أن حركة النزوح التي شهدتها الضحية الجنوبية تصعب على فرق الإنقاض جرد من كانوا داخل البناية أو نزحوا منها إلى مناطق أخرى حال بنايات كثيرة في الضحية الجنوبية وبالتالي البحث ما زال جاريا عن مفقودين أو احتمال وجود مفقودين من دون تحديد عددهم على أعدادهم على أن الحصيلة التي كانت قد أعلنتها وزارة الصحة وأكدتها أيضا فرق الدفاع المدني أو مصلحة الدفاع المدني ستة شهداء في هذه الغارة الإسرائيلية وإنقاذ أو عشرة مصابين البحث كما قلت ما زال جاريا عدى ذلك التركيز الآن على كيفية مواجهة أزمة النزوح وأزمات أخرى ترتبت عن التصعيد العنيف الذي تشهده المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث كانت قبل قليل قد عقدت مؤتمر صحفي هنا بالخلف في السراي الحكومي وفي هذا المؤتمر الصحفي وزير البيئة أشار إلى فتح نحو 252 مدرسة في عموم لبنان لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين لحد الآن هناك 27 ألفا نازحا كما أعلن تم استقبالهم في هذه المراكز التي يجري تجهيزها بلوازم النوم من أغطية وأفرشة وغيرها بلوازم الإيواء وكذلك بوجبات أو توزيع وجبات الطعام على هذا العدد الكبير من النازحين في وقت يعاني في لبنان حتى قبل هذه الأزمة من إرهاق اقتصادي كبير هنا أيضا في لبنان أو هنا أيضا في بيروت خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت فتحت لحد الآن 45 مدرسة لاستقبال لحد الآن 10 ألاف نازح تقريبا وكنا تجولنا في بعض هذه المراكز التي بدأت تغص بالوافدين القادمين خصوصا من الجنوب وأيضا حتى من هنا من ضاحية بيروت الجنوبية